لما ما يسمى بثوار ليبيا سنة 2011 أبضوا على القذافي كان آخر حاجة ممكن تتصورها إنهم يقتلوا القذافي لأنه بصراحة كان كنز استراتيجي ومخزم معلومات وكان من غير اللائق أبداً بل ومن المستحيل التضحية به في ظل هذه الظروف ولكن فجأة لقنات قتل وبصورة شنيعة جداً كنا زمان لما بنشوف القذافي وهو بيستقبل ضيوفه في الخيمة كنا بنقعد نتاري أو بنتحك وبنتهكم على اللقاءة دي أتاري خيمة القذافي ولقاءاته في الخيمة دي لها أسرار كتير جداً فإيه ربط ما بين مقتل القذافي والتسريبات والتسجيلات اللي كل يوم عملة تنزل وكل يوم عمالين نسمعها السلام عليكم كلنا فاكرين تسريبات نظام الحمدين مع القذافي اللي اتصغبت من حوالي 3 سنين واللي كانوا بيتكلموا فيها عن التأمر على المملكة العربية السعودية بهدف تأسمها وإضعافها وتفتتها وعزل آل سعود من الحكم فيها التسريبات دي اللي حمد بن جاسم اعترف بيها وما قدرش أبداً أنه ينفيها ولكن من الواضح أن التسريبات دي ما كانتش صدفة أبداً وأن القذافي كان مدرك لحاجة خطيرة جداً بتحصل علشان كده كان بيسجل كل اجتماعاته معهم وكمال كل اتصالاته معهم مش بس للحمدين بالمناسبة ده كان بيسجل كمال لناس معينة بيخططوا معايا لحاجات معينة والهدف من كل ده حنعرفه بعد شوية المعارض القطري الشهير خالد الهيل حصل على تسريبات خطيرة جداً جداً بتجمع ما بين القذافي ودعاء وسياسين وقيادات وحزبيين عرب تسجيلات بتكشف أبعاد خطيرة جداً وبتكشف كمان وجوه وبتفضحها والسيد خالد الهيل بيقوم بنشرها من وقت للتاني على حساباته إما على تويتر وإما على يوتيوب وكل ما بينشر جزء جديد من التسريبات دي بتظهر لنا حقيقة ما كانت مخفية عننا أو بالأحرى بتظهر لنا صدمة خيمة الأسرار بتاعت القذافي ومجالس اجتماعاته مع شخصيات معينة شهدت التخطيط لمؤامرات خطيرة جداً مؤامرات بتهدد أمن دول عربية ولكن يبقى السؤال هو ليه القذافي كان بيسجل الاجتماعات دي أو المكالمات دي مع الشخصيات دي خصوصاً إن الاجتماعات دي أو الاتصالات دي كانت بتتضمن تآمر واضح على دول عربية معينة وهنا مربط الفرس والتحليل اللي بشوفه أقرب للحقيقة هو إن القذافي كان بيسجل الاجتماعات دي بعض الدول العربية الناس دي من طبعها على الغدرة والقذافي عارف كده كويس يعني واحد زي حاكم لمطيري اللي بيتآمر على بلده الكويت اللي غبيته وعلمته وصرفت عليه وما بخلتش عليه بأي حاجة أبداً فطبيعة الحال إنه القذافي لما يتعامل مع شخصية زي دي بتخون وطنها الكويتي بعارف إنه ممكن في يوم من الأيام يخونه ويقلب عليه ويتآمر عليه هو كمان يعني ببساطة ممكن يخضر به وبالمناسبة ده اللي حصل بالفعل فحاتم لمطيري اللي كان في التسريبات المزاعة بيمتدح القذافي وبيفتخر به ودايماً بيقول له الأخ القائد ومثلك من يعنى إليه هوزت نفسه اللي وصفه بالطاغية بعد كده ولما القذافي لأي إن الحمدين وهم في قطر بيتآمروا على جرانهم الأقرب ليهم وهم السعودية لما يلاقيهم بيتآمروا على شركائهم في الخليج وفي المصير المشترك فمن الواضح ومن السهل إنه أدرك تماماً إنهم ممكن في يوم من الأيام ينقلبوا عليه ويتآمروا عليه هو كمان وده برضو اللي حصل بالفعل والقذافي لو تفتكروا أيام الحديث الشهير أيام أحداث ليبيا وخطابه الشهير وجملته الأشهر من أنتم لما قالوهم مستغرباً ومستنكراً قد تركيكم يا أخواتنا في قطر هي دي أخرتها وبدل ما تكونوا معانا تكونوا ضدنا والثوروا كل شيء ضدنا والأهم من كده هو قال للقطرين أهم كلمة في خطابه قالوهم من بيته من زجاج لا يلقي الناس بالحجارة واخدين بالكم من بيته من زجاج لا يلقي الناس بالحجارة القذافي بيقول للقطريين بيتكم من إزاز يعني بالبلدي وكأنه بيقولهم عب عليكم ده احنا لفنين وسوا يا قطريين ده احنا عاديين واقفين واكلين شاربين متأمرين مع بعض تقوموا تنقلبوا علينا واضح أنه كان بيوصلهم رسالة بسبب تأمرهم عليه وتمويلهم للناتو في دخول الليبيا وكمان تمويلهم للطوار اللي طاروا عليه وكأنه بيفكرهم بالأيام الخوالي أيام ما كانوا بيجتمعوا سوا ويتأمروا سوا وختم خطابه بالجملة الشهيرة بل الجملة الأشهر من أنتم وأغلب الناس اتكلمت على الجملة دي وتهكمت عليها والتريعت عليها وكمان خدناها وحطناها في مصطلحاتنا اليومية بس معظمهم كانوا فاكرين من وقتها كان بيقولها للليبيين بينما الحقيقة أن القذافي كان بيقولها للقطريين حصرا ده طبعا بعد صدمته فيهم وانقلبهم عليه في الوقت اللي كان أخينا بينتظر فيه نتائج تأمرهم معاه على السعودية وعلى بعض الدول الخليجية لأن نتيجة التأمر دي بتيجي عليه هو مش على بلاد تانية عيسان كريش أمو بيكم بارك الله وفيكم يا أخوتنا في قطر بارك الله وفيكم يا أخوتنا في قطر هذه أخرتها هذه الماء والملح اللي بيننا وبينكم هذه الدم والأخوة اللي بيننا وبينكم تظوروا في كل شي علينا بذل ما تكونوا معنا تكونوا ضدنا ليه مصطلحة من؟ بالله ليه مصطلحة من؟ قد تندموني يوم اللي ينفع الندم الذي بيته من الزجاج لا يرجم الناس بالحجارة من أنتم؟ القذافي بقى وخوف من غدر الناس دي به كان بيسجلهم كل اجتماعاتهم معاه وكل اتصالاتهم به علشان إذا غضروا به فالتسجلات دي تظهر وتفضحهم أو على الأقل يسومهم بيها علشان ما يقدروش يغضروا به ولكن الحقيقة القذافي ملحقش أنه هو يسومهم على حاجة اتأتل بشكل غريب ومريب وشنيع في نفس الوقت على فكرة دا يفسر لك سر أن القذافي لما كان بيسافر كان بيسر أن يأخذ الخيمة بتاعته معاه أصلا القذافي كان بيسجل للناس اللي بيجتمعوا معاه فكان يخاف يسافر عند حد ويجتمع معاه فالتاني يسجله فكان بيأخذ الخيمة بتاعته معاه ويقابل الناس اللي هو بيسرهم في خيمته فهو برضو اللي يسجله المهم منه يكون ضامن أن أجهزة التسجيل الوحيدة اللي شغالة في الاجتماع هي أجهزة التسجيل بتاعته هو لوحده مش بتاعت اي حد تاني وهنا بقى نيجيني السؤال الاهم اللي سألناه في المقدمة ليه القذافي ينقتل المفروض ان ما يسمى بالصوار الاحرار اللي كملوا المشوار يحافظوا على القذافي لانه كنز سمين ومغزم معلومات مهم جدا ولكن من الواضح ان القذافي لو كان فضل عايش كان حيفضح كل التأامر معاهم في كل الملفات هو واضح جدا ان كان فيه ناس مش عايزا يعيش علشان ما يفضحهمش فرئيس الفرنسي ساركوزيا مثلا ما كانش يحب ابدا ان القذافي يفضح تمويل ليبيا لحملته الانتخابية في فرنسا واحتمال كبير ان الناتو اعطت ضوء الاخضر للثوار ان هما يقتلوه بأوامر عليا من احد الدول العضوة في الناتو اصل اللي زي القذافي ده لو خضع لتحقيق او لمحاكمة علانية حيفضح حاجات كتير قوي وحيفضح دول كتير قوي وشخصيات عالمية كتير جدا وتنظيم الحمدين في قطر كان ليهم اتباع على الارض وسط مان يسمون انفسهم بالثوار ووارد ان هما كمان محبوش ان هو يعيش عشان يفضح تأمرهم معي على السعودية او غيرها مان انتم بارك الله وفيكم ياخدتم من قطر هذه اخرتها هذه الماء والملح اللي بيننا وبينكم هكذا خاطب زعيم ليبيا الراحل معمر القذافي نظام قطر بعدما تبين له ان الدوحة هي التي اشعلت الازمة في بلاده لم يكن القذافي يخاطب الشعب الليبي كما ساد الاعتقاد طوال السنوات الست الماضية بل كان يوجه عبراته الشديدة اللهجة لحلفائه في قطر الذين اكدت تقارير استخباراتية انه وهم كانوا وراء محاولات اغتيال الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز تحالف شفه تسجيل لجلسة جمعت امير قطر السابق حمد بن خليفة مع القذافي تحالف دفع حكام قطر في مرحلة لاحقة وفقا لمصادر مطلعة الى توجيه ايديهم الخفية في ليبيا بقتل حليفهم السابق معمر القذافي وهكذا تمكن حكام قطر من قتل القذافي لانه كان كاتم اسرار عبثهم وتمويلهم لجماعات ارهابية بصراحة انا ما اقدرش ان انا اجزم بالجهة اللي طلبت او امرت بقتل القذافي وارد جدا برضو ان هي تكون حصلت في ساعة غضب من الثوار فقاموا اتلوه بعد ما عزبوه مع اني متأكد واكاد اكون على يقين ان القذافي تم الامر بقتله فكنز معلومات زي القذافي لا يأمر بقتله الا جهة خايفة ان هي تتفضح على اديه جهة خايفة ان القذافي ممكن يكشفها ويعريها قدام العالم كله ولكن يا شاء السميع العليم ان ربنا يكون ملهم القذافي انه يسجل كل الاجتماعات والاتصالات بتاعته وتتصارب بقى بشكل او باخر وهي تتكشف الواحدة تالو الاخرى سبحان الله ظنوا ان سرورهم اندفن مع القذافي واحد زي حاكم الامطيري اللي بيكفر اي حكومة عربية لمجرد ان هي اشتريت بتلاتة جنيه ربصه من امريكا وبيعتبر ان ده تعامل مع الصليبيين وده كفر بواح بينما سبحانك يا رب تسجيلات القذافي مع حاكم الامطيري بلكم الامريكي اما الحمدين بقى فحدث ولا حرج اعلامهم اللي بيداعي ان دويلة قطر مظلومة من جرانها وانها دويلة طيبة وكيوت وعسولة ومبتقزيش اي حد ابدا واللي برضو اعلامها حاول يقنع العالم والعرب ان جرانها بيتأمروا عليها لانها بتقف في وجه الامبريالية الامريكية المتغطرسة الدعمة للصهيونية تسجيلاتهم بقى مع القذافي اللي تزاعت برضو بتكشف بقى تأمرهم مع الامريكان والبريطانيين ضد السعودية جارتهم وهدفهم تأسيم السعودية ونزع الملك من قل صعود في السعودية لحد دلوقتي مفيش اي اثبات على الطريقة اللي وصلت بها التسجيلات دي للمؤارض القطري خالد الهيل في تكاهنات كتير ولكنها تظل تكاهنات الشيء المؤكد حاليا ان هي موجودة بالفعل وكل يوم بنسمع منها جزء وسيل تسجيلات تسجيلات القذافي لازال يعمل والايام زي ما بيقولوا حبلة بكشف المؤامرات او بمعنى ادق بكشف المتأمرين وكلمة اخيرة احب اقولها علشان المصدقية اجتماعات القذافي مع قيادات عربية او شخصيات عربية لا يعني بالضرورة ان كل الاجتماعات دي كان هدفها التعامر اللي عايز اقوله ان القذافي كان رئيس لدولة وطبيعي انه يكون له لقاءات واتصالات واجتماعات مع رؤساء دول وشخصيات عامة اللي يهمنا في اي تسريب سواء طلع او لسه هيطلع للقذافي هو محتوى التسريب وليس الاجتماع نفسه او سببه القذافي كان كثير الكلام والثارسرة وكلنا كنا بنشوفه في الاجتماعات بتاعت القمة مثلا كان بيعمل ايه فكونوا ان هو يثارسر بكلام ما في احد الاجتماعات لا يعني بالضرورة ان المجتمع او المجتمعين معه من المتأمرين محتوى الاجتماع وما يدور فيه من كلام من المجتمعين هو اللي بيحدد طبيعة المؤامرة والمتأمرين وشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته